دعاء في الاستعاذة من المكاره لزين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاه الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاتي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستقلال الطعة واستكثار المعصية ومباهات المكثرين والإزراء على المقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن نخذ لما الهوفا أو نرم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكسنا الزمان أو يهتضمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإصراف ومن فقدان الكافي ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن عيشة في شدة وميتة على غير عدة ونعوذ بك من الحسرة الكبرى والمصيبة العظمى ومن الشقاء الأشقى ومن سوء المآب وحرمان الثواب وحلول الإقاب اللهم صل على سيدنا محمد وعاله وصحابه وعائذنا من كل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين